بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ابناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص شامل لدروس العلوم الشرعية لثالثة ثانوية الخاص بجميع الشعب وفي الأول أبناء أنصحكم بمتابعته نقطة بنقطة كما أشكر الأستاذ الذي وضع لنا هذا الملخص إلا أن أنا قمت بقراءته وتلخيصه ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل يا أبناء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ابناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص دروس العلوم الشرعية للثالثة ثانوية لجميع الشعب أحببت أن أضع هذه الملخصات يا أبناء حتى يسهل الملاجعة لهذه المادة إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي بالملف الأول من هدي القرآن الكريم هذا العنوان الأول حيث عندنا الوحدة رقم واحد وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية لاحظوا هنا جيدا أبنائي عندنا أولا قال إثارة العقل والوجدان من خلال الظواهر والحقائق التي يعيشها ويراها الإنسان في كل وقت يعني هنا من حياته عندنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كل هذه حقائق تستثير العقل يعني تتركه يعني يتساءل فيبدأ في التفكير بما أن يبدأ بالتفكير يا أبنائي والتمعون فماذا يحدث فيسأل من أوجد هذه الأشياء ومن أبدعها فيجد الجواب في داخل وجدانه وفطرته متناغما مع ما رآه بعقله فيستيقن وحددية الألوهية هذا العنصر الأول يا أبنائي عندنا ثانيا في الأمر الثاني قال التذكير بقدرة الله ومرقبته إن الله قوي قادر على كل شيء قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو من تحت أرجو لكم وعندنا كذلك الدليل الآخر وهو معكم أينما كنتم ألا يستحق هذا الخالق العظيم أن نؤمن به ونعبده ونخشاه هذا فيما يخص العنصر الثاني لهو التذكير بقدرة الله ومرقبته وعندنا قلنا الأول عنصر الأول إثارة العقل والوجدان يعني هنا يبدأ يتساءل والأمر الثاني هو التذكير بقدرة الله ومرقبته قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجو لكم وعندنا الدليل الآخر وهو معكم أينما كنتم لهذا يستحق هذا الخالق جل وعلا أن نؤمن به ونخشاه يا أبنائي عندنا كذلك العنصر الآخر ثالثا رسم الصورة المحببة للمؤمنين إنما عده الله للمؤمنين في الجنة من نعيم يجعل القلوب تهف إلى هذا الفضل وذلك النعيم وذلك بالإيمان بالله والخضوع له وعندنا هنا الدليل قال وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدنا فيها عندنا كذلك أبنائي العنصر الآخر رابعا مناقشة الإنهلافات فالقرآن يبطل كل معتقدات المشركين الناتجة عن جهلهم من خلال الدليل القاطع حتى تستقيم العقيدة وعندنا الدليل لاحظوا ماذا قال قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فقط أبنائي وعندنا هذا الملخص للوحدة الأولى من العلوم الشرعية عندنا الآن أبنائي كذلك عندنا الوحدة الثانية وهي الوحدة رقم اثنان موقف القرآن من العقل لاحظوا جيدا أبنائي عندنا كذلك عندنا أولا تكريم الله للإنسان بالعقل يعني قد كرمه الله بالعقل فقد فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات فأسجد له الملائكة وجعله خليفة الله في الأرض وسيدا عليها كل ذلك بما وهب الله له من العقل والاختيار عندنا ثانيا منهجية التفكير كما يبرزها القرآن الكريم أمرنا الله أن نتدبر في كتابه وكونه وخلقه أفلا يتدبرون القرآن فربط الإيمان بالحالة الفكرية وصحة التدبر مما يفضي إلى معرفة الحقيقة عندنا ثالثا أهمية العقل سر تكريم الإنسان هذه هي أهمية العقل سر تكريم الإنسان أدات فهم سر الوجود والخلق طريق الإيمان بالله أساس التكليف إذا لا يكلف عندنا هنا لا يكلف على مجنون أو فاقد عقل عندنا كذلك رابعا حث القرآن على العقل فالتدبر في كتاب الله سيلاحظ كثرة الآيات التي تدعو إلى التدبر والنظر لأن ذلك يورث العلم بما أن يورث العلم يا أبنائي والعلم يورث الإيمان فالعلم أساس الإيمان والعبادة فلا يعبد الله بجهل فلا يعبد الله بجهل فأعلم أنه لا إله إلا الله عندنا خامسة مظاهر اهتمام القرآن بالعلم أول آية نزلت من السماء تدعو إلى العلم اقرأ عندنا كذلك أبنائي كثرة الآيات التي تنتهي بي أفلا يعقلون أفلا يتطبرون يعني خطاب العقل عندنا كذلك أبنائي الاستخفاف بالكفار لجهلهم وعدم استخدامهم عقولهم إقامة الحجة على المشركين قل هات برهانكم إن كنتم صادقين احترام عندنا كذلك احترام العلماء وجعلهم مع الأنبياء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم عندنا سادسا وجوب الحفاظ أو المحافظة على العقل وذلك يعود لأهميته فالله جعل التفكير والنظر والتدبر عبادة كما حرم كل ما يعطل ما يعطل العقل مثل عندنا كشرب الخمر والعياذ بالله هذا فيما يخص عندنا ملخص للوحدة الثانية اللي هي موقف القرآن من العقل يعني هذه عبارة عن رؤوس الأقلام أبنائي حتى تسهل عليكم الحفظة نأتي بعدها أبناء إلى العنصر الآخر الوحدة رقم ثلاثة الصحة الجسمية والنفسية في القرآن الكريم عندنا هنا الدليل قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هي الصحة والفراغ رواه الشيخان عندنا من أصبح منكم كذلك من أصبح منكم في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأن ما حيزت له الدنيا بحذافرها عندنا مفهوم الصحة النفسية هي الحالة التي يكون فيها الإنسان طبيعيا سلوكه طبيعيا طبيعيا نتيجة التوازن الداخلي يقسم القرآن الكريم النفس إلى عدة أقساء من بينها عندنا الأمارة بالسوء إن النفس لا أمارة بالسوء عندنا القسم الآخر اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وعندنا القسم الآخر له قسم المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية اللهم اجعلنا من لديهم من لديهم الأنفس المؤمنة عندنا كذلك أبنائي شيء آخر عندنا وسائل تحقيق الصحة النفسية في الإسلام هذه الوسائل يا أبنائي عندنا تقوية الصلة بالله تحقق الأمن والطمئنة الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الصبر عند الشدائد يحقق القوة والإرادة والصابرين في البأساء والذراء وحين البس أولئك الذين سدقوا عندنا المرون في موجهة الواقع وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم عندنا التفاؤل وعدم اليأس يولد الثقة قل يا عبادي هنا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عندنا هنا في هذا المكان حدث خطأ كتابي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن هذا هو الدليل عندنا كذلك التزكية والأخلاق المسلم مطالب بتزكية نفسه وحسن الخلق مع الآخرين قال مفهوم عندنا كذلك هنا مفهوم الصحة النفسية هي الحلة التي يكون فيها يكون فيها الإنسان صحيح البدن إذن هنا عندنا قلنا لاحظوا عندنا هنا مفهوم الصحة النفسية وهنا عندنا مفهوم الصحة الجسمية ركزوا قلت مفهوم الصحة الجسمية هي الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن وخاليا من ماذا من الأمراض عفنا الله وإياكم عندنا وسائل تحقيق الصحة الجسمية في الإسلام بعدما تحدثنا عن وسائل تحقيق الصحة النفسية في الإسلام عندنا كذلك وسائل تحقيق الصحة الجسمية في الإنسان يعني هنا أمور نفسية وهنا أمور جسمية عندنا من بين هذه الوسائل أبنائي عندنا تنمية الجسم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي وخير من خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وعندنا الإعفاء من بعض الفروض عندنا هنا ماذا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وعندنا كذلك الوقاية من الأمراض الوقاية من الأمراض بتحريم الخمر والزنا وكذا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا عندنا هذه يا أبنائي من بين وسائل تحقيق الصحة الجسمية في الإسلام وعندنا هنا وسائل تحقيق الصحة النفسية في الإسلام فقط أبنائي وعندنا في الوحدة رقم أربعة عندنا ما زلنا مع القيام في القرآن الكريم لاحظوا جيدا عندنا أبنائي عندنا تعريف القيام وهي ماذا وهي كل صفة أو خلق له أثر على الإنسان أو على الأسرة أو على المجتمع هذا هو تعريف يا أبنائي القيام إذن قلنا هي كل صفة أو خلق له أثر على الإنسان أو الأسرة أو المجتمع عندنا لاحظ جيدا كل هذا الأمور سوف نلخصها في هذا الجدول يا أبنائي عندنا أولا عندنا القيام الفردية القيام الفردية يتصف بها الفرد مع نفسه وغيره عندنا الصدق من بين القيام عندنا الصدق فالمسلم السادق مع نفسه ومع غيره ومع الله في أقواله وأفعاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع السادقين عندنا كذلك من بين القيام الصبر الصبر على الطاعة وعني المعصية وعلى الأقدار والأقضية يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا عندنا الإحسان فالمسلم يحسن في كل شيء حتى مع الحيوان إن الله يأمر بالعدل والإحسان عندنا العفو التجاوز عن أخطاء الآخرين وإساءتهم والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عندنا هذا الجزء يا أبنائي عندنا الخاص بالقيم الفردية بما أن يوجد كلمة الفردية فأكيد سوف تكون قيم أخرى غير فردية اللي هي قيم الأسرية ومن بينها بين أفراد الأسرة الواهدة عندنا المعاشرة بالمعروف وهي ماذا وهي أساس العلاقة الزوجية خصوصا والأسرية عموما وعاشرهن بالمعروف عندنا المودة والرحمة من خلال الحب والإشفاق والحرص على راحة الغير وسعادتهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة التكافل الأسري من خلال التعاون والتآذر بين أفراد الأسرة وأولو الأرحام بعضكم أولاء ببعض هذه فيما يخص أبناء القيم الأسرية إذن عندنا أولى القيم الفردية وعندنا القيم الأسرية أكيد بما أن هذا الأمر قال بين أفراد الأسرة الواحدة سوف تكون عندنا قيم أخرى القيم الاجتماعية يتعامل بها أفراد المجتمع فيما بينهم عندنا التعاون مشاغل الحياة كثيرة فلا بد من التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان عندنا المسئولية شعور كل فرد في المجتمع بأهمية موقعه ودور ودوره في المشاركة والمساهمة في عملية البناء أو بناء ونهوض المجتمع عندنا التكافل الاجتماعي من خلال التعاون والتآذر مع أفراد مع جميع أفراد المجتمع وبالوالدين إحسانة وبذي القربة واليتامة والمساكي عندنا هذه فيما يحسي أبنائي القيم الاجتماعية إذن عندنا القيم الفردية القيم الأسرية والقيم الاجتماعية وعندنا قيم أخرى عندنا القيم السياسية ينبغي أن تكون بين الحاكم والرعية عندنا العدل يجب إعطاء حقوق الحقوق لأصحابها ولا يجرمنكم شناءنا قوم ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى عندنا الشرى إشراك أهل الرأي والخبرة في كل أمر ذي بال وشاورهم في الأمر الطاعة فلا بد طاعة واحترام أهل الاختصاص لتحقيق النظام والاحترام يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذن هذه يا أبنائي عندنا إذن أولا عندنا التعريف القيم القيم قلنا هي كل صفة أو خلق له أثر على الإنسان أو الأسرة أو المجتم وعندنا أربع أصناف من هذه القيم عندنا القيم الفردية والقيم الأسرية والقيم الاجتماعية والقيم السياسية وكل واحدة لها خواصها الخاصة يا أبنائي فقط نأتي بعدها أبنائي إلى الملف الثاني اللي هو من هدي السنة النبوية لاحظوا هنا أبنائي نقطة نقطة قال الوحدة الرقم 5 المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية عندنا المساواة في الإسلام فالناس سواسية أمام الله في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن العرق أو اللون والمكانة الاجتماعية إذن هذه فيما يخص المساواة في الإسلام عندنا الشفاعة في الأحكام فيما يخص الشفاعة في الأحكام إن التوسط والسعي لإسقاط عقوبة مستحقة شرعا يعد تلاعبا بالشريعة ومبررا لاستحقاق عذاب الله إذن في الدنيا والآخرة يعني لا يجوز أن نتلاعب بالشريعة لاحظوا هنا أبنائي عندنا كذلك الشيء الآخر عندنا الآثار أو آثار الشفاعة في الحدود إن تعطيل تنفيذ حدود الله في حق طبقة معينة من المجتمع يؤدي إلى أكيد سوف يؤدي إلى أشياء يعني غير تربوية أو غير ليس لها منفعة في المجتمع عندنا سقوط هيبة القضاء والعادلة عندنا تشجيع الجرائم مدام إسقاط العقوبة ممكن عندنا كذلك انتشار الرشوة والمحسوبية والوسائط عندنا انتشار الطبقية والتفرقة بين الناس عندنا الاستخفاف بأحكام الله وشرائه عندنا الإرشادات والأحكام التي يجب أن تخذها عندنا حرمة الشفاعة في حدود الله عندنا أو في الحدود عندنا حرمة السرقة حرمة السرقة ووجوب الحد فيه يعني قطع اليد وعندنا كذلك وجوب الصرامة في تطبيق القانون على المجتمع إذن هذه هي يا أبناء عندنا أولا قلنا المساواة في الإسلام يعني واجبة عندنا الشفاعة في الأحكام عندنا آثار الشفاعة في الحدود وعندنا الإرشادات والأحكام فقط أبنائي عندنا كذلك أبنائي الوحدة رقم 6 العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة وهذا مشكلة عويس في وقتنا هذا أولا مفهوم العمل العمل ما هو أبنائي؟ هو الجهد الفكري والماد الذي يقوم به الإنسان للحصول على منفعة دينية أو دنيوية هذا هو العمل كتعريف عندنا ثانيا حث الإسلام على العمل فالإسلام ينظر إلى العمل على أنه عنوان الشخصية المتكاملة فالإسلام يكره التواكل والاعتماد على الغير في الكسب عندنا كذلك أبنائي عندنا إثنان أساس النهوض بالأمم وسر قوتها سياسيا واقتصاديا هذا هو هدف من العمل إذن أساس النهوض بالأمم وسر قوتها سياسيا واقتصاديا ونحن نلاحظ بعض الدول المتطورة بماذا تطور؟ تطورت بهذه الكلمة الشريفة لي ككلمة العمل هذا الرسول صلى الله عليه يقول يد العلو خير من اليد السفلة يعني اليد التي تعمل خير من اليد التي تشد عندنا عبادة شرعية هذا العمل هو عبادة شرعية كما يقال العمل عبادة عندنا كذلك وسيلة للحصول على المال لتلبية حاجات الإنسان المادية وهذا أمون ضروري لجدالة فيه عندنا يحقق السعادة والشعور بالقيمة الاجتماعية أكيد لأن إنسان يعمل وإنسان بطال ليس متسوين حتى في قضية الاجتماعية وقضية الشعور يعني واحد يجد نفسه أن له وجود والآخر لا عندنا ثانيا ثالثا محاربة الإسلام للبطالة إن عدم العمل ظاهرة خطيرة تهدد الأفراد والمجتمعات حيث أن البطالة تؤدي إلى ماذا وأكيد هذا الكل يعني يعرف البطالة إلى ماذا تؤدي تعطيل للطاقات البشرية أكيد لأن كل إنسان له طاقته الخاصة لما لا يكون يعمل أو بطال أكيد سوف تلقى سوف لا نستغلها يا أبنائي لاحظوا نقطة نقطة عندنا كذلك أبنائي عندنا نشر ثقافة الخمول عند الناس عندنا كذلك ثالثا الاستسلام للهواجس والأمراض النفسية حيث يفقد الثقة بالنفس وتنعدم عنده الاعتزاز بالقيمة الشخصية ورابعا عندنا البطالة تفتح الطريق للآفات الاجتماعية والنفسية كالسرقة والكاذب عندنا كذلك فقدان الإحساس بقيمة الوقت وهو الحياة عندنا رابعا نظرة الإسلام ومحاربته للتسول إن التسول أحد نتائج البطالة وقد حاربه الإسلام لأنه يتسبب فيه أكيد تسول هذا له أضرار وخيمة جدا على المجتمع عندنا زرع ثقافة الاتكال على الغير عندنا ضعف قيمة العمل عند الناس عندنا نشر ثقافة الذل والمسكنة والمهانة عندنا سابعا رابعا عندنا نشر الرذائل والأفات الاجتماعية كالكذب والخداع واستعطاف المرة والإلحاح عليهم يعني لاحظوا هنا التسول ما نراه يعني شيء ليس جيد في هذا المجتمع عندنا كذلك الإرشادات والأحكام المستخلصة معناها ما يجب فعله نحو هذه الأفات الاجتماعية عندنا قال حث الإسلام على العمل توثيرا لحاجات وتحقيقا للذات وحفاظا للمجتمع عندنا الأجر القليل من العمل خير من سؤال الناس عندنا لا تعطى الصدق لمن له القدرة على العمل هذه مثلا الحلول التي إذا قلنا حث الإسلام على العمل توثيرا للحاجات وتحقيقا للذات وحفاظا للمجتمع عندنا الأجر القليل من العمل خير من سؤال الناس يعني التسول وعندنا لا تعطى الصدق لمن له القدرة على العمل يعني كذلك لن نشجع هذه الأمور حتى تلك المتسول يعتمد على نفسه ويقوم بالعمل فقط أبنائي نأتي بعدها إلى أبنائي إلى الوحدة لقم 7 مشروعية الوقف لاحظوا جيدا أولا عندنا تعريف الوقف هو الحبس والمنع أي التوقف المالك عن التصرف في المال والانتفاع به لصالح الجهة الموقوف عليها بغاية التقرب إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل لاحظوا ثانيا حكمه إذن قلنا هنا فيما يخص الوقف هو حبس ومنع أي توقف المالك عن التصرف في المال يعني كأن شخص له يقوم بأن يهب شيئا للمسجد فذلك الأمر فلا يصبح له الحق معناه في استغلال تلك الأموال أو من تلك القبيل فيكون هو وقف لله جل وعلا بهدفه التقرب إلى الله عز وجل عندنا ثانيا حكمه يعتبر من الأعمال المستحبة التي يستمر الأجر عليها ولو بعد وفاة المتبرح قال ثانيا ثالثا مردوده الاقتصادي إذن حكمه يعتبر من الأعمال المستحبة التي يستنفع بها المسلمين أو الإنسان بصفة عامة عندنا ثالثا مردوده الاقتصادي يعني هل له قيمة في الاقتصاد أم لا يقوم بتمويل المشاريع ذات البعد الخيري والاجتماعي وما نره أكثر فعالي في هذا الأمر هو بناء المساجد عندنا كذلك من أكبر موالد المال التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجين أكيد عندنا كذلك يقوم بتدعيم اقتصاد الدولة عندنا رابعا آثاره هل يعني له آثار جيدة أم لا أكيد سوف تكون له آثار جيدة ينتفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويستمر الأجر عليه بعد الممات عند انتفاع الناس بالوقف وانتشار روح التعاون والتكافل عندنا القضاء على الظاهرة الاجتماعية السلبية الفقر التسول البطالة نعم أكيد هذا الأمر عندنا إرشادات فيما يخص قلنا إذن آثاره له ثلاث آثار ينتفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويستمر الأجر عليه بعد الممات عندنا انتفاع الناس بالوقف وانتشار روح التعاون والتكافل عندنا ثالثا هنا ثالثا ليس رابعا ثالثا القضاء على الظاهرة الاجتماعية السلبية الفقر التسول والبطالة عندنا الإرشادات والإحكام المستخلص عندنا مشروعية الوقف في الإسلام عندنا بيان أهمية تربية الأبناء عند الله عندنا كذلك بيان اهتمام الإسلام وحرسه على نفع الغير هذه هي أهم الأمور المستخلصة في هذا الدرس فقط أبنائي عندنا كذلك الوحدة رقم ثمانية توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في سلة الأباء والأبناء لاحظوا هنا أبنائي عندنا أولا الهيبة للأبناء مشروعا أي ماذا أبنائي أي يصح للوالد أن يعطي أبنائه زيادة على النفق عليهم بشرط أن يعدل بينهم هذا هو الأمر يعني يجب أن يكون هناك عدل ثانيا وجوب العدل بين الأولاد في الهيبة يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في الهيبة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم عندنا كذلك ثالثا مخاطر التفريق بين الأولاد إن عدم العدل بين الأولاد يؤدي إلى أكيد سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة من بينها زرع العداوة والبغضاء بينهم عندنا الشعور بالظلم الذي يؤدي إلى العقوق عندنا قطع الأرحام عندنا إضمار الشرفي النفوس مما يؤدي إلى العقد والكبت والانحرف عندنا ملاحظة يجوز إفراد بعض الأولاد وعدم التسوية بينهم لضرورة كالمرض أو الوفاء والوفاء بالدين أو الفقر أو ما شبه ذلك ولكن في حدود الحاجة والضرورة عندنا الإرشادات والإحكام المستخلصة من هذا الدرس عندنا مشروعية تلهبة للأولاد وعندنا مشروعية الإشهاد على الهبة وعندنا وجوب العدل بين الأولاد وهذا أمر ضروري أكثر وجوب العدل يعني العدل هو أساس المجتمع فقط إذن عندنا أولا قلنا هبة للأبناء مشروعة عندنا وجوب العدل بين الأولاد في الهبة عندنا مخاطر التفريق بين الأولاد وعندنا الإرشادات والإحكام قلنا مشروعية الهبة عندنا مشروعية الإشهاد على الهبة وعندنا وجوب العدل بين الأولاد فقط أبنائي عندنا كذلك أبناء الملف الثالث القيم الإيمانية والتعبودية لاحظوا هنا أبناء إقال الوحدة رقم تسعة تتحدث عن أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الإنحراف والجريمة إذن عندنا أولا تعريف الإنحراف عندنا كل سلوك يترتب عليه هو معناه هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع هذا فيما يخص تعريف الإنحراف عندنا كذلك أبناء تعريف الجريمة الجريمة هي كل هي محضورات شرعية زجل الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير هذا فيما يخص تعريف الجريمة لاحظوا إذن تعريف الإنحراف وعندنا تعريف الجريمة عندنا كذلك أبناء شرح التعريف عندنا المحضورات أي محرمات وممنوعات شرعية هذه كلمة محضورات وعندنا كذلك عندنا الزجر هو عقوبة ردعية وعندنا الحد هو عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها أو العفو فيها عندنا كذلك القصاص أي أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل مثلا القاتل يقتل وعندنا التعزير أبنائي التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا وإنما هي من اجتهاد القاضي بما يناسب درجة الجرم فقط عندنا كذلك ثالثا ثالثا أبنائي قال أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة لاحظوا نلخص هذا الأمر هنا في جدول حيث قال الحد وتعريفه عندنا أولا الحد وتعريفه عندنا عقوبة عندنا الدليل وعندنا وجه الإجراء أولا أبنائي عندنا السرقة فيما يخص السرقة عندنا حد السرقة أخذ مال الغير خفية بلا شبهة إذن عندنا قطع اليد عقوبة هو قطع اليد الدليل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عندنا وجه الإجراء تعد على أموال الناس عندنا كذلك أبنائي عندنا حد الزناء فيما يخص حد الزناء معناه هو الاتصال الجنسي بغير رابط شرعي عندنا عقوبته مئة جلدة لغير المحصن والرجمة حتى الموت للمحصن لاحظوا جيدة للمحصن اللي هو المتزوج عندنا الدليل عندنا الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة مساس إذن وجه الإجراء مساس بأعراض الناس عندنا كذلك أبناء الخمر فيما يخص الخمر حد الخمر تناول كل شراب أعد للإسكار يعني ذهاب العقل عندنا عقوبته أربعين أو ثمانين جلدة جلد النبي في الخمر أربعين وجلد عمر ثمانين لاحظوا قلنا جلد عمر ثمانين قياساً على القذف وتعزيراً وفيما يخص تعزيراً تساهل الناس لاحظوا جيداً جلد النبي في الخمر أربعين وجلد عمر ثمانين قياسا على القذف وتعزيرا لتساهل الناس عندنا وجه الإجرام عندنا ضياع العقل والدين عندنا كذلك أبنائي عندنا حد الردة الردة هو الخروج عن الإسلام يعني خروج بعدما كان مسلم يخرج عن الإسلام عندنا عقوبته القتل عندنا الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عندنا وجه الإجرام عبث والتلاعب بالدين وعقيدة الإسلام فقط أبنائي عندنا كذلك ثالثا تعريف العبادة العبادة كل ما يرضاه ويحبه الله تعالى من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة عندنا كذلك أبنائي رابعا آثر الإيمان في مكافحة الجريم يقصد بالإيمان تلك القوة الداخلية التي تجعل الإنسان يبتعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا إذن عندنا جل وعلا فكلما قوي الإيمان إيمان العبد كلما ابتعد عن الانحراف والإجرام عندنا كذلك أبنائي عندنا خامسا أثر العبادة في مكافحة الجريم ما دام المسلم دائم العبادة لربه فإنه لا يقترب مما حرمه الله من الجلائم والانحرافات لأنه بذلك يعبد ربه سبحانه وتعالى إذن عندنا تعريف العبادة وعندنا رابعا أثر الإيمان في مكافحة الجريم وخامسا أثر العبادة في مكافحة الجريم وخاصة العمل لأن العمل هو من أكبر الأشياء التي تبعد على الإنسان الجريم فقط أبنائي عندنا كذلك أبنائي الوحدة رقم عشر الإسلام والرسالات السابقة لاحظوا هنا أبنائي عندنا كذلك أولا عندنا وحدة رسالات السموية إن جميع الرسالات السموية أصلها واحد من عند الله جل وعلا الله عز وجل كما أن غايتها كلها هي الدعوة إلى ماذا؟ إلى أكيد إلى توحيد الله وعبادته وهداية الناس وتحقيق سر الوجود الإنساني المتمثل في خلافة الله في الأرض حيث عندنا ثانية إذن قلنا إن جميع الرسالات السموية أصلها واحد هي التوحيد الله يعني الهدف منها وعبادته وهداية الناس وتحقيق سر الوجود الإنساني المتمثل في خلافة الله في الأرض إذ يعني جعل خلق آدم خليفة في الأرض عندنا ثانيا قال علاقة الإسلام بالديانات السابقة علاقة الإسلام بالديانات السابقة نلاحظ جيدا هنا أبني قال إن الإسلام هو دين موسى إن الإسلام هو دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام قبل أن يكون دين محمد صلى الله عليه وسلم وقبل كل ذلك هو دين الله تعالى للناس جميعا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام لاحظوا الإسلام يصدق رسالة موسى وعيسى حيث أن الإسلام جعل أحد أركانه الأساسية الإيمان بالرسل جميعا جملة وتفصيل لاحظوا جيدا هنا أبناء كذلك قال لا نفرق بين أحد من رسول عندنا كذلك أبناء الإسلام يصحح ويقوم بما لحق رسالة موسى وعيسى من تحريف وتبديل مس جوهرهما وهو التوحيد لأن بقية الديانات ليا دينة عيسى وديانة موسى قد حرفت عندنا كذلك أبناء قال الله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون سدق الله العظيم يعني هنا معناه هذه الديانات وهي الديانة المسيحية والديانة اليهودية قد حرفت من طرف المتابعين له لاحظوا جيدا قال استنتاج الإسلام لم يأتي بدين جديد وإنما رد الأديان المحرفة إلى أصولها الأولى التوحيد وعبودية الله هذا هو هدف ماذا هدف الإسلام يعني جاء لاحظوا جيدا هذا فيما يخص قناة الإسلام إذن أعيد الإسلام لم يأتي بدين جديد وإنما رد الأديانة المحرفة إلى أصولها الأولى التوحيد والعبودية هذا هو هدف الإسلام يعني جاء ليصح بعض الديانات قد حرفت من قبل يا أبنائي عندنا هنا أولا الديانة ماذا الديانة اليهودية سوف نتحدث عن مميزاتها كما عندنا كذلك الديانة المسيحية اللي هي النصرانية أولا نتحدث أبنائي عن الديانة اليهودية وما هي مميزاتها أولا هي رسالة هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا موسى كما تعلمون القصة معروفة مع فرعون وبعدها إلى مع بني إسرائيل لبني إسرائيل أيام فرعون قال سبب التسمية سموا يهودا لأنهم تابوا وقالوا وقال الله تعالى فيهم إنا هدنا إليك يعني اهتدينا اتبعنا الهودة هي الطريق المستقيم أي رجعنا الظروف كان بني إسرائيل يتعرضون للقهر الفرعوني يعني في مصر فجاءهم موسى مخلصا ومحررا لهم أولا أهم معتقداتهم إذن نعيد تعريف هي رسالة التي بعث الله بها سيدنا موسى لبني إسرائيل أيام فرعوني يعني في مصر سبب التسمية سميوا يهودا لأنهم تابوا وقالوا الله جل وعلا فيهم إنا هما قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك هذا يدل على أنهم يا أبني كانوا في ظلال مدام قالوا إنا هدنا إليك الظروف كان بني إسرائيل يتعرضون قلنا للقهر الفرعوني في مصر فجاءهم موسى مخلصا ومحررا كما تعلمون قصة شق البحر هذه التي حدثت أيام فرعون عندنا أهم معتقداتهم يعتقدون أن لهم إله خاص بهم يسمى يهوى يحبهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه عندنا هم شعب الله المختار وأن هذه ليس الحقيقة إنما معتقداتهم من يعتقدون هذا لسنا نحن كمسلمين هم شعب الله المختار وأن البشر خلقوا لخدمتهم لا يعترفون باليهودية إلا لمن كانت لاحظوا هنا الميزة التي تميزهم عن بقية الديانات الأخرى لا يعترفون باليهودية إلا لمن كانت أمه يهودية وهذه ميزة كيف عنصرية يعني دينهم ليس مثل الديانات الأخرى مثل الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية يعني ينشورونها لا يشددون النشر فيها لأنهم لا يعترفون بأي واحد يكون يدخل إلى هذه الدينة إلا لمن كانت أمه يهودية وهذه عنصرية تامة حتى في دينهم ليس حتى في المعاملات مع البقية البشر قالوا إن عزير بن الله يقدسون العجل وقد عبادوه وتعرفون قصتهم مع السامري التي قد اتخذوا عجلا قوموا بعبادته عندنا كذلك أبنائي بعد تحدثنا عن اليهودية وأهم المعتقدات التي يعتقدونهم نأتي الآن إلى النصرانية لاحظوا جيد فيما يخص النصرانية أبنائي كذلكم عندهم تعريف هي رسالة التي بعث الله بها سيدنا عيسى بن مريم لبني إسرائيل تكميلا لرسالة سيدنا موسى يعني هو من بني إسرائيل وسيدنا موسى كذلك من بني إسرائيل إلا أنه هو معروف أنه سيدنا عيسى عليه السلام لا يوجد له أب إنما يا أبنائي إنما له أمه التي تسمى مريم العذرة عندنا كذلك أبنائي عندنا سبب تسمية سمو نصر لأنهم نصر المسيح عليه السلام بعدما كانت أرادوا بعض اليهود بقتله في ذلك العصر لاحظوا جيدا الظروف كانوا بني إسرائيل يتعرضون للقرر الروماني فجاءهم من هو الذي جاءهم؟ جاءهم عيسى مخلصا ومحررا لاحظوا هنا يعني كل مرة لاحظوا هنا موسى جاءهم مخلصا ومحررا كذلك بني إسرائيل يتعرض للقرر مرة أخرى هنا من الفراعنة وهنا مرة أخرى من القرر الروماني الذي كان يحكم في تلك الحقبة كان يحكم بيت المقدس له يا فلسطين فجاءهم عيسى كذلك مخلصا ومحررا عندنا كذلك أبناء أهم معتقداتهم المعتقدات التي يعتقدونها أسر أكيد هي تختلف تبقى دائما معتقدات شركية لكن تختلف ربما عن بقية معتقدات اليهود عقدة التثليم أي أن الله ثالث ثلاث عندهم ماذا عندهم؟ أن الأب والابن والروح القدس لهذا نلاحظهم في الملاعب يعني حتى في الملاعب لا نلاحظ يعني ما نلاحظه من اللاعبين يقوم بالتثليث واحد اثنان ثلاثة معناه الأب والابن والروح القدس عندهم هذه المعتقدات عندهم وعندنا الدليل هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إلا هنا واحد يعني هنا جعلوا الشركاء لهو الإبن والروح القدس الإبن هنا المقصود به عيسى عليه السلام والروح القدس لهو جبريل يعني حتى تلاحظوا جيدا جاءوا بشرك كبير وعظيم جدا عقيدة الخاطئة والفداء أن الله الأب بعث ابنه من هو الذي يقصد به هنا عيسى الوحيد اليسوع يخلص البشرية من شرور أنفسها ويتحمل هو العذاب أو الصلب عنها يعني هذا هو المعتقدات عندهم لاحظوا عندهم عقيدة التثليث وعندهم عقيدة الخطيئة والوفاء يعني كل من يفعل شر أو ذنوب يخلصه من اليسوع ليخلص البشرية من شرور أنفسها ويتحمل هو من يتحمل هو العذاب والصلب كما عندهم في هذه المعتقدات عندهم كذلك أبنائي عندهم ثالثا محاسبة المسيح للعباد أن الله الأب أعطى حق محاسبة العباد لإبنه يعني هم من يحاسبه رابعا غفران الذنوب الاعتراف والإقرار وهي أن القسيس أو البابا يملك حق المغفرة مغفرة الذنوب للعباد بعدما أن يعترفوا له ويقروا بخطيئتهم ويقروا بخطيئتهم لاحظتم يعني هنا معتقدات كذلك فاسدة اليهود لهم معتقدات فاسدة والنصارى كذلك لهم معتقدات فاسدة يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الوحدة رقم 11 من مصادر الشريعة الإسلامية عندنا من مصادر الشريعة الإسلامية عندنا شيئان لاحظوا الإجماع وعندنا الأمر الآخر اللي هو القياس سوف نتحدث عن كل واحد على أحد لاحظوا جيدا عندنا أولا القياس تعريفه الإجماع تعريفه الإجماع ليس القياس قال هو لغة العزم والاتفاق عندنا استلاحا هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة من الفقهاء الأمة الإسلامية في عصر من العصور على ماذا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام واقع لم يرد في نص شرعي لاحظوا جيدا حجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن عندنا هذا الإجماع أنواعه إجماع صريح أن يتفق ماذا أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح إجماع سكوت أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل ويعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون عندنا أمثلة الإجماع على حرمة زواج بالجدة لأن هذا لم يأتي صريح في القرآن الكريم عندنا كذلك إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد هذا فيما يخص يا أبنائي الأمور المتعلقة بالإجماع عندنا أمور أخرى متعلقة بالقياس لهو تعريفه لغة التقدير والمساواة استلاحا مساواة أمر بأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم عندنا كذلك أبنائي حجته قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار إذن عندنا كذلك أبنائي أركانه المقيس عليه هو الأصل والمقيس هو الفرع وعندنا الحكم المراد تاديته من الأصل إلى الفرع نتعدى به من الأمر الأصلي إلى الفرع وسوف نلاحظ أمثلة العلة الوصف المشترك بين الأصل والفرع عندنا أمثلة من بين الأمثلة المذكورة عندنا قياس المخدرات على الخمر علتهم هي الإسكار عندنا قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهم على تحريم قول أف لهم يعني بما أن لا تقول لهم أف فلا يجزء أن تقوم بضربه ما فقط عندنا كذلك أبنائي أمر آخر لهو المصالح المرسلة عندنا المصالح المرسلة عندنا أولا تعريفها هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا على دليل من الشارع على اعتبارها أو على إلغائها لاحظوا جيدا عندنا حجتها يرى المالكية أنها حجة شرعية فيما لا نص فيه ولا إجمال لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان عندنا شروط العمل بها وهي هذه المصالح المرسلة أن تكون مصلحة عامة لا خاصة أن تكون المصلحة معقولة أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة عندنا أمثلة الأمثلة هي التي ترسخ لنا على الأمر أكثر قال استنساخ الصحابة عدة نسخ من المصحف العثماني عندنا الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية يعني هذه الأمور لم تكن لكن يا أبنائي هنا يعني هذه المصالح المرسلة هي من من اجتهد فيها العلماء وخاصة قال يارى المالكية أنها حجة شرعية فيها لا نص فيها ولا إجماع لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان فقط نأتي بعدها أبنائي إلى العنصر الملف الرابع وهو القيم الحقوقية في هذه القيم الحقوقية عندنا هذا العنوان وهو الوحدة رقم 12 حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي لاحظوا هنا أبنائي ماذا نملك إذن عندنا قال تكريم تكريم الله للإنسان عندنا لقد كرم الإسلام الإنسان وكفل له أن يعيش آمنا وأعطى له حقوقا وقيد ذلك بأوامر الله ونوهيه ولقد كرمنا بني آدم يعني هذه كآية كريمة إذن قلت لقد كرم الإسلام الإنسان وكفل له أن يعيش آمنا وعطى له حقوقا وقيد ذلك بأوامر الله ونوهيه ولقد كرمنا بني آدم يعني كرمه بالعقل لاحظوا هنا أبنائي عندنا بعض الأشياء التي علينا أن ترق إليها عندنا حقوق الإنسان حقوق الإنسان عندنا بين الحقوق عندنا الحقوق والواجبات الشخصية أو الحريات الشخصية في الحريات الشخصية عندنا حق الحياة تحريم يعني الانتحار عندنا الحق في حياة حرة وكريمة عندنا حق الأمان هذا فيما يخص يا أبنائي عندنا الحقوق والحريات الشخصية إذن حق الحياة يعني لا يجب أن الإنسان أن يقوم بأملية الانتحار الحق في حياة كريمة وعندنا حق الأمان على كل شخص عندنا كذلك أبنائي عندنا الحقوق في العلاقة بالمجتمع عندنا حق الحياة الخاصة عندنا حق التنقل في الأرض عندنا كذلك أبنائي إذن هذا الأمر المهم عندنا كذلك شيء آخر لاحظوا جيدا عندنا حقوق كذلك نماذج حقوق الإنسان في الإسلام من بين نماذج التي نملكها أبنائي عندنا هذه حرية المعتقد وعندنا الأمر آخر لهو اختيار الدين وعندنا حرية التفكير وماذا والرأي عندنا من بين هذه الأمور عندنا الحقوق المدنية حقوق المدنية عندنا حق الملكية وعندنا حق تكوين أسرة وعندنا كذلك حق المشاركة عندنا أبناء الحقوق السياسية في الحقوق السياسية عندنا حق المشاركة في أمور البلاد وعندنا حق تولي الوظائف وعندنا والمناصب المهانية المهمة عندنا كذلك حقوق في الحرب تحريم التمثيل بالجثة بعد القتل وعندنا الأمر الآخر حسن المعاملة الأسرة عندنا كالأمر الآخر الذي نملكه إذن عندنا كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندنا حق العمل عندنا حق الضمان الاجتماعي وعندنا حق التعلم هذا فيما يخص يا أبنائي حقوق ماذا حقوق الإنسان فقط عندنا كذلك أبنائي الوحدة الثالث عشر وهي حقوق العمال ووجبتهم في الإسلام عندنا أولا عندنا نظرة الإسلام إلى العمل لقد نظر الإسلام أكيد إلى العمل نظرة احترام وتنجيد فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة الإنسان به بل إنه جعله فريضة يثاب عليها فالعامل عابد وهو أفضل عند الله من المتعبد الزاهد قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله من فضل الله الجمعة هذه من آيات من سورة الجمعة وقال تعالى والعمل في الإسلام الطريق إلى مغفرة الله تعالى عندنا كذلك أبنائي الأمر الآخر وهو ثانيا الحقوق الأساسية للعمال عندنا أولا عندنا حق العمل لكل إنسان حق في عمل محترم يضمن منه قوته ويناسب مستواه عندنا كذلك أبنائي ثانيا الحق في الأجر العادل هذا حق العامل في أجر عادل محترم يناسب مستواه ويحب أن يوفي كل عامل أجره بدون مماطلة ولا نقصان يعني على العامل إذا عامل أحدكم يعني أن يأخذ أجرته كان بدون نقصان عندنا كذلك أبنائي عندنا حق الراحة فلا يجوز لصاحب العمل أن يرهق العامل أو يكلفه ما لا يستطيع تأديته عندنا كذلك حق الضمان للعامل الحق في التعويض كما يلحق به من ذرر يعني إن تذرر بشيء له حق التعويض ثانيا ثالثا بعدما تحدثنا عن ثانيا وهو حقوق الأساسية للعمال عندنا ثالثا واجبات العمال وهي كثيرة يمكن تلخصها فيما يلي عندنا أن يعرف العامل العمل المطلوب منه حتى ينجزه عندنا الشعور بالمسؤولية اتجاه ما كلفه بإنجازه أو ما كلفه بإنجازه عندنا أن يتقن عمله على أكمل وجه ويؤديه بكل أمانة ترك الخيانة واستغلال المنصب في قبض أرشوى أو غير ذلك عندنا كذلك أبنائي أرابعا تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل عندنا إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل هي علاقة التكامل والتعاون على نجاح العمل وكسب القوت فيجب على العامل أن يتقن عمله هذا الأمر الأول وعندنا كذلك ويؤديه بأمانة وإخلاص ويجب على صاحب العمل أن يحسن إلى العامل ويكون رحما به ليعامله بالحسن ولا يبخص حقه ويتجاوز عن أخطائه هذه معناها رابعا هي تصور الإسلام لطبيعة العلاقة يعني بين العمال وأرباب العمل قلت إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل هي علاقة التكامل يعني هذا يكمل هذا وتعاون على نجاح العمل وكسب القوت فيجب على العامل أن يتقن عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص ويجب على صاحب الآن الأمر العكسي ويجب على صاحب العمل أن يحسن المعاملة إلى هذا العامل ويكون رحما به ويعامله بالحسن ولا يبخصه ويعطيه حقه ويتجاوز عن أخطائه إن وردت فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الملف الخامس وهي القيم الاجتماعية والأسرية حيث عندنا عنوان هذا الدرس لهو الوحدة رقم 14 الذي نتحدث من خلالها على العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم يعني بقية الديانات الأخرى لاحظوا جيد الأمني إذن أولا اختلاف الدين إن كل إنسان مهما كان دينه وعقيدته فهو يعتقد بصحة دينه وبطلان ما سواه أكيد يعني كل المسيحي يرى أن الديانة المسيحية هي الأصح وبقية الديانة كلها باطلة ومن هنا كانت عظمة المسلمة عظمة المسلمة المستمدة من عظمة الإسلام بأن يعيش بأن يعيش غير المسلمين ويحسن إليهم ولو على بلاد المسلمين وهم على كفرهم يعني حتى لو كانوا كفاراً وهم يعيشون في الدولة الإسلامية الإسلام يحترم هذه الأشخاص لاحظوا جيداً أمنياً ثانياً عندنا أسس علاقة المسلمين بغيرهم من بين الأسس التي لها علاقة المسلمين مع بقية الأناس الأخرين قال التعارف عندنا أي بناء علاقات صداقة على أن يحترم كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الأخر يعني هذا الأمر الأول هو قلنا أسس علاقة المسلمين بغيرهم عندنا قلنا التعارف أي بناء علاقة صداقة على أن يحترم كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الأخر هذا الأمر الأول عندنا الأمر الثاني وهو التعاون التعاون كتبادل الخبرات والتجارب والمنافع في شدة المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وفقا لتعاليم الشريعة في إطار قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدواء عندنا كذلك أبناء ثالثة التعايش السني وهو ما نعبر عنه بحسن الجوار أو قبول الأخر كما هو دون محاولة لرفض شروط عليه قد لا يقبلها ما دام يحترم هذا الشخص ما دام يحترم المسلمين ولا يظاهر على إخراجهم من بلدهم قال تعالى لا ينهاركم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصيطين عندنا كذلك أبناء اللي هي الروابط الاجتماعي اللي هي رابعا نتابع جيد إذن كما قلت قلنا رابعا اللي هي الروابط الاجتماعي المسلم تجمعه مع غير المسلمين عدة روابط كرابطة الإنسانية ورابطة القومية ورابطة البلد ورابطة من الروابط وهي رابطة العائلة إذن عندنا نعيد أبناء تفهم جيدا إذن عندنا أولا اختلاف الدين ثانيا أسس علاقة المسلمين بغيرهم عندنا التعارف والتعاون والتعايش السلمي والروابط الاجتماعية ناتي أبنائي إلى العنصر الثالث ألا وهو ثالثا حقوق غير المسلمين في بلد المسلمين يعني هذه حقوقهم وهم يسكنون في دولة إسلامية عندنا أولا أبنائي عندنا حق الحماية في حق الحماية إذ يجب على الدولة المسلمة أن تحمي غير المسلمين المقيمين بأرضها وهذه الحماية تتمثل في حماية ممتلكاتهم أولا وعندنا وأنفوسهم وأعراضهم إذا كانوا يسكنون في دولة إسلامية الدولة الإسلامية مطالبة بحماية حماية أعراضهم وممتلكاتهم وأنفوسهم عندنا كذلك ثانيا حق الضمان الاجتماعي فهذا الحق يكون للمسلم ولغير المسلم أيضا وعندنا كذلك حق التدين وهو هرية المعتقد وممارسة الشعائر لقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا الدليل من القرآن وعندنا كذلك رابعا حق العمل والكسب فلهم الحق في ممارسة الأنشيطة التجارية المختلفة وكل الأعمال والوظائف والصناع عندنا كذلك أبنائي وهو أمر آخر وهو حق تولي وظائف الدولة إذن إذا يعتبرهم الإسلام جزء من النسيج البشري للدولة فمن أثبت كفاءته وأمانته وإخلاصه في أي مجال من المجالات الحياتية مجال كان من حقه التولي ذلك المنصب إلا أن يكون منصبا ذا سبغا دينيا فهنا لا يجوز دينيا كالإمامة الكبرى والصغرى والقضاء يعني في دار القضاء على المسلمين ما إلى ذلك من الوظائف الحساسة عندنا واجبات غير المسلمين الآن عندنا كذلك ماذا يجب على غير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام يجب على غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام أن يحترم منظم وقوانين الدولة وأن كذلك أبنائي وأن لا يكونوا معاول هدم على تلك البلاد يعني يكون من الذين يبنون بلدهم كما لا يقبل منهم نشر ديانتهم والدعوة إليها فقط أبنائي فيما يخص هذا العنصر فقط نأتي بعدها أبنائي إلى الوحدة رقم 15 وهي من المشاكل الأسرية عندنا هنا من المشاكل الأسرية نلخز هذا الأمر في جدوال لاحظوا عندنا أولا النسب وعندنا الأمر الثاني اللي هو التبني سوف نتحدث أبنائي في الأول عن النسب أولا تعريفه هذا النسب لغة يطلق على عدة معاني أهمها القرابة والالتحاق هذا فيما يخص كلمة النسب الآن استلاحا حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي أي معناه إذا ولد ولد فينسب إلى أبيه لا ينسب إلى غيره أو إلى أمه أسبابه الزواج الصحيح هذا من أسباب النسب عندنا الزواج الصحيح فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ينسب الولد مباشرة إلى أبيه هذا الأمر الأول هو الزواج الصحيح عندنا ثانيا هو الإقرار أن يعترف الرجل بأن هذا الإبن ولده عندنا البينة الشرعية وهو معناه ما يثبت على أن هذا الولد هو ابن هذا الرجل وهو بإشهاد رجلين أو أكثر فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة ويحل محلها في زماننا هذا يعني في وقتنا هذا الذي نحن فيه في زماننا هذا البصمة الوراثية التي تعتبر دليل قاطع على إثبات النسب عندنا أو ثانيا عندنا شيء آخر لهو حق الطفل مجهول نسب يعني لا نعرف أباه هو مجهول النسب له الكرامة يجب أن تكون له كرامة النسب إذن مجهول نسب له الكرامة الإنسانية ويحاسب كذلك على الجرم قام به غيره يعني لمن يقوم بقذفه بكلمات أو ما أشبه ذلك وعندنا كذلك أبنائي ومن حقوق هذا الولد عندنا إعطائهم أسماء وهوية يعني أطفال مجهول النسب وعندنا لعايتهم كأبناء وعندنا احترامهم وتعوضهم ما حرموه يعني ما حرموا منه من الرحمة والهنان هذا فيما يخص عندنا موضوع لهو النسب هذه هي عناصر درسه نأتي إلى شيء آخر لهو التبني وحكمه نلاحظ جيدا إذن عندنا أولا التعريف هو أن تعطي عائلة مع أي عائلة ما كانت لقبها لطفل ليس منها دون توضيح لاحظ جيدا إذن ليس منها لا ينسب بيان أن الطفل ليس منهم هذا ما نسميه يعني التبني أن نأخذ ولد من مكان آخر يعني من مستشفيات أو من أي حاجة أو من أي شيء ثم ننسبه إلى تلك العائلة هذا ما يسميه التبني عندنا حكمه باطل ومحرم في الإسلام يعني أن يأتي إنسان يعني من مثلا من مستشفيات أو من نسميها تلك الأماكن التي يولد فيها أن يأتي بطفل ويجعله مثل لقبه أنا حرام في أحسب هذا إذن في الإسلام عندنا حكم إبطال لماذا قام الإسلام بإبطال هذا التبني حرمه الإسلام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات نعم عندنا كذلك قد يكون سببا في أن يأخذ المتبني حقوق غيره يعني يصبح له حق الوراثة على المراث عندنا كذلك أن يكون التبني أسباب في بيع الفقراء أبنائهم لمن للأغنياء لا أولاد لهم لتبنهم يعني الأغنياء الذي لا يملكون أبناء لم يهبهم الله أبناء يعني يصبحون يشترون أبناء الفقراء ويتبنهم وهذا أمر يرفضه الإسلام عندنا فقط أبنائهم عندنا كذلك أمر آخر لهو الكفالة فيما يخص الكفالة هنا صفحة نلاحظ ذلك قال تعريفها بمعنى هي معنى هذه الكفالة بمعنى الالتزاء تقول تكفلت بالمال أي التزمت به ومنه قوله تعالى في القرآن وكفلها زكريا يعني لهي مريم العذراء عليه السلام قد كفلها زكريا بعدما قاموا بإلقاء أقلامهم أيهم يكفلوا مريم أي ضمها إلى نفسه عندنا كذلك أبناء وقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وضم أسبوعين أي ضم اليتيم إلى نفسه عندنا الآن أبناء اللي هو حكمها الكفالة مشروعة في الإسلام عندنا حجته قول الله تعالى وكفلها زكريا اللي هي السيدة العذراء مريم العذراء أي ضمه إلى نفسه قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة أي ضم اليتيم إلى نفسه وسوف يعني قلنا ضم اليتيم إلى نفسه وأشر بالسبب والوسطى يعني أسبوعين وفرج بينهما يعني أنا وهذا أسبوع معناه كهتين يعني يعني مقتربان بعضهم البعض عندنا كذلك حكمتها يعني ما هي الحكمة من هذا الذي جعله الله جل وعلا لهو حكمة الكفالة شرعت الكفالة في الإسلام شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي لا نسب له حتى لا يكون عرضة للآفات والجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه إذ يجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك إذن هنا أبنائي حتى تنظم أفركم في هذا الدرس الذي هو الكفالة عندنا أولا تعريفها بمعنى الالتزام حكمها أن الكفالة مشروعة في الإسلام حجتها ها هو من القرآن وكفالها الزكريا وحجة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكفل اليتيم كهتيني بالجنة حكمتها شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير هذا هو ما يخص هذا الدرس يا أبنائي نأتي كذلك أبنائي إلى الملف الخامس وهي القيم الإعلامية والتواصلية التي من خلالها سوف نتحدث عن الوحدة رقم 16 تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أولا المناسبة والظروف التي ألقيت فيها هذه الخطبة من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الأولى والآخرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة وآخرة يوم عرفة في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة فوق جبل الرحمة ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العظيمة أولا نتحدث عنها ثانيا تحليل نص هذه الخطبة يعني ما جاء فيها خطبة بها النبي صلى الله عليه وسلم البشرية جمعاء مرشدا إياها إلى ما يسلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور أو الظهر فلقد لمح إلى أنه في في آخر يعني في آواخر أيام يعني في آواخر أيام لأنه بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي فيجب على الناس أن يسمعوا منه آخر وصيه إذ أشار إلى أهم المبادئ التي جاء بها من عند رب العزى سبحانه وتعالى حيث ماذا؟ حيث وبلغها للناس وأذي من أجلها من الإيمان بالله جل وعلا أو الإيمان بالله تعالى ونبذي التصرفات الجاهلية تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيما بينهم عندنا كذلك أبناء اللي هي ثالثة الأحكام والتوجيهات التي ضمنتها هذه الخطبة يمكن التلخيص الخطبة إلى العناصر التابعين عندنا هذه العناصر الأبنية وهي عبارة عن رؤوس الأقلام حتى تساهل لكم الحفظ إذن أهم الأحكام والتوجيهات التي ضمنتها هذه الخطبة عندنا تحريم الدماء والأموال وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرار كما تعلمون الأشهر الحرم يوجد أربعة عندنا كذلك ثانيا تحريم أفعال الجاهلية التي كان أهل الجاهلية تفخرنا بها من ربا وسفك دماء وفوارق اجتماعية يعني الفوارق ما بين الأسود والأبيض والأغني والفقير وكذا 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 واختلاف للأنساب بالتبني وعندنا كذلك الوصية الثالثة هي الوصية بالنساء وبيان ما لهن من الحقوق وما عليهن من الواجبات وبيان ما لهن من الحقوق وما لهن من وما عليهن من الواجبات عندنا رابعا الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك خامسا الحذر من طاعة الشيطان سادسا التأكيد على مبدأ الأخوة والوحدة الإسلامية عندنا سابعا وأخيرا أبنائي والتأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية إن ربكم واحد وأن أباءكم واحد إذن قلنا إن ربكم واحد وإن أباءكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب هذا ما رواه يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى عنصر آخر لهو الوحدة رقم 17 الربا ومشكلة الفائدة عندنا نعرف للربا تعريفان عندنا أولا تعريف الربا لغة هو الفضل والزيادة أما استلاحا الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض إذن قلنا استلاحا الزيادة في أحد البدلين يعني قمح بقمح أو ما أشبه ذلك المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض عندنا أبنائي حكمه الربا محرم بالكتاب والسنة والإجمع من الكتاب من كتاب الله جل وعلا قال قال الله تعالى بعد بسم الله رحمه الله وأحل الله البيع وحرم الربا عندنا من السنة ما رواه جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلوا الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالوا هم سواء يعني كلهم العونين رواه مسلم أما الإجماع فقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريمه يعني تحريم الربا عندنا مراحل تحريم الربا عندنا المرحلة الأولى ذكر الله أن الربا لا يبارك فيه أبدا قال الله تعالى وما أتيتم من ربا وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله عندنا كذلك المرحلة الثانية فيما يخص المرحلة الثانية أبني ذكر الله أن المعامل بالربا وأكله من أفعال وعادات اليهود عليهم اللعنة وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم وهذه من الآية صريحة في ذلك ماذا قال قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا يوم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه من صورة النساء عندنا المرحلة الثالثة نهى الله المؤمنين على أكل الربا أضعاف المضعفة وقال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أملوا تأكلوا الربا أضعاف المضعفة واتقوا الله لعلكم تفليهم من آل عمران 130 المرحلة الرابعة وفي التحريم القطعي قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يعني هنا تحريم قطعي لهذا الفعل لهو الربا وهو الربا عندنا كذلك أبناء الحكمة من تحريم هذا الربا أنه يسبب العداوة ويقضي على روح التعاون هذا الأمر الأول عندنا أنه يوجد طبقة مترفة يعني أصحاب المال تكسب المال بلا عمل وطبقة فقيرة مستغلة يعني تصبح هذه الطبقة مثل البنوك يعني تقوم بقرض الأموال وتربحها على ظهور الناس هذه الفوائد الرباوية وعندنا كذلك قطع الطريق عن الاستعمار باعتبار الربا أحد وسائله وعندنا كذلك تجنب العقاب الدنيوي والآخراوي وعندنا وأخيرا المحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل هذه هي الهكمة إذن حكمة تحريمه أنه يسبب العداوة أنه يوجد طبقة مترفة قطع الطريق عن الاستعمار تجنب العقاب الدنيوي والآخراوي والمحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل فقط أبنائهم عندنا كذلك خامسا أبنائي أنواع الربا هناك أنواع للربا عندنا أولا الربا ربا الفضلة هذه ربا الفضل ما هي هي بيع مطعومين أو نقدين يعني طعامين مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدائلين عن الآخر ركزوا هنا مئة بالأمثلة سوف تفهمون ذلك أمثلة في المطعومات بيع 10 كيلوغرام من القمح الجيد بـ 12 كيلوغرام من القمح ولكن الأقل جودة لحظتم هذه تسمى لبا الفضل عندنا كذلك في النقد بيع 50 غرام من الذهب الجيد بـ 60 غرام من الذهب الأقل جودة لحظتم ملحوظة إذا اختلف المطعومان يعني قمح أو شاعر أو النقدان ذهب بفضة يعني هنا قمح راحظوا جيدا قمح بشاعر أو النقدان ذهب بفضة جاز التفاضل بشرط الفورية عندنا كذلك أبناء الريبا النسئة هذا الأمر الثاني إذن عندنا أنواع الريبا عندنا ريبا الفضل وعندنا الثانية ريبا النسئة هذه الريبا النسئة هي الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل لاحظوا جيدا إذن عندنا مثال أن يعطيه عشرة آلاف دينار على أن يرد له 12 ألف دينار لاحظوا جيدا بعد سنة معناه أعطيك نقود لكن بعد سنة سوف تعطيني زيادة فيها سادسا القواعد العامة لمنع الريبا يعني ما هي القواعد لمنع هذا الفعل الشنيع لهو الريبا قال القاعدة الأولى إذا كان الباديلان من نفس الصنق ذهب بذهب تمر بتمر فيشترط ماذا يشترط يشترط المساوات في البدلين سواء بسواء الفورية أي التسليم حالا هذا هو الفورية القاعدة الثانية إذا كان الباديلان من جنسين مختلفا مثلا ذهب بفضة أو قمح بشاعر فيشترط هنا الفورية فقط الفورية فقط وعند القاعدة الثالثة في حال تبادل معدن بطعام ذهب أو فضة مثلا بقمح أو شاعر سقط الشرطان ويعمل بمبدأ ماذا؟ بمبدأ العرية فقط يا أبنائي نأتي كذلك أبنائي إلى الوحدة رقم 18 الشركة في الفقه الإسلامي أو الشراكة عندنا أولا التعريف لغة الشركة بمعنى الإختلاط وعندنا استلاحا اتفاق بين الطرفين أو أكثر في ناشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح عندنا ثانيا مشروعيتها مشروعا بالقرآن والسنة والإجماع إذن فمن الكتاب قول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في التلث سورة النساء الآية 12 عندنا ومن السنة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه ربه أنا يعني ربه أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت منه بينهما رواه أبو داود والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين فإذا خان أحدهما الآخر رفعت البركة وأجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وإن اختلفوا في بعض أنوايا الحكمة من مشروعيتها شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيق للتعاون بينهم ولأنهم يكملوا بعضهم بعض رابعا أنواع الشركة شركة قسمان شركة الملك وشركة العقد عندنا شركة أولا شركة أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرأ به والربح بينهما هذا الأمر الأول عندنا كذلك شركة المفاوضة أن يتعاقد إثنان فأكثر على أن يشترك في مال على عمل بشروط معينة جائزة عندنا شركة شركة الأبدان أن يتعاقد إثنان فأكثر على أن يشترك في عمل معين ويغتسم الربح جائزة وعندنا شركة الوجوه الذنم أن يشترك وجهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهم رأس المال على أن يشتري مالا بالنسيئة المؤجل وماذا ويمتعاه ثم يوفون ثمنه لأصحابه ومن فضل وفضل عن ذلك من الربح يكون مشاعن بينهما باطلة لانعدام المال والعمل فقط أبناء إذن عندنا هنا أنواع الشركة عندنا شركة العينان شركة مفاوضة شركة الأبنان وشركة الوجوه الذنم هذه باطلة لانعدام المال والعمل فقط أبنائي نأتي أبنائي إلى الوحدة رقم 19 والآخرة من المعاملات الجائزة من المعاملات الجائزة أبنائي عندنا أولا المرابحة تعرفها لغة مصدر الربح وهو الزيادة إصطلاحا إصطلاحا بيع ما أشترى ما أشترى يعني بثمنه وزيادة وصورتها أن يقول بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20 ألف دينار جزائري عندنا كذلك عندنا ملحوظة بيع السلعة برأس المال يسمى بيع التولية أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى بيع المواضعة عندنا مشروعيتها المرابحة مشروعا بالصورة التي رأيناها فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير لأن جمال العير القافلة فيقول من يربحني عقلها من يعني يضع في يدي دينار الحكمة من مشروعيتها هذه عندنا لما في منسد لحاجة الناس بشكل أوسع ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العاوسة الحديثة تمثلاً كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالرباء أن يمول شخصاً يريد الاستثمار في مشروع شخصي لا يوجد فيه ربح ولا خسارة كشراء منزل أو سيارة وغير يعني غير المرابحة عندنا كذلك ثانياً بيع التقصيد إذن عندنا أولاً مرابحة وعندنا ثانياً بيع ماذا؟ بيع التقصيد في بيع التقصيد أبنائي عندنا كذلك تعرفه هو عقد على بيع حال بثمن مؤجل يؤدي مفرقاً على أجزاء يعني مؤدي مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة عندنا حكم هل هو مناح هلال أم حرام متابع جيداً عندنا فيما يخص حكم أبنائي عندنا بيع التقصيد مشروع والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز مشروعاً بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده الحكمة منه الحكمة منه واضح أنه هي رفع التذيق والحرج عن الناس فيه منفع لهم ولا يجلب لهم الضرر كما أن هذا العقد يتمشى مع ما تقرره العقول إذن ما يتمنى الغعول السليمة وتأدية النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود عندنا ثالثاً القراض أو المضاربة كذلك عندنا عنصر عندنا تعريفه لغة القطع استلاحاً هو عقل شركة بين طرفين أو شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهم للآخر نقداً ليتآجر له فيه أو يتاجر فيه يعني لما يتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه حكمه القراض جائز وشراء لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم ولإجماع علماء الأمة على جوازه الحكمة منه من هذا القراض وهو المضارع لأن كل شيء فيه حكمة الحكمة منه لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس فقد يكون رب المال عدم الخبر أو الرغبة في المتاجرة وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولما لا لديه لهذا العامل فأجز الشرع تشارقهما لينتفع كل منهما من الآخر هكذا أبنائي قد أنهينا هذا الملخص الشامل في العلوم الشرعية كما أتمنى من الله عز وجل أن ينال رضاكم إن وجدت أخطاء في قراءتي أو في أشياء فاعذرني فالكمال لله يا أبنائي كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدانا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته